اهلا بكم في النشرة الاقتصادية وقعت حكومة مملكة البحرين اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتطوير شبكات الكهرباء في المملكة بقيمة اجملية تبلغ 940 مليون دولار وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ويأتي توقيع الاتفاقيتين في اطار المنحة المقدمة من الكويت ضمن برنامج التنمية الخليجي وتشمل الاتفاقية الاولى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 126 كيلو فولت بقيمة 200 مليون دولار فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تعديل اتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت بقيمة 740 مليون دولار والتي وقع عليها في ابريل لعام 2013 هذه الاتفاقيات اللي وقعت اليوم هي لتقوية الشبكة الكهربائية في مملكة البحرين وهي ضمن برنامج مساعدات الخليجية وبرنامج التنمية الخليجي وهذه مهم شيء جديد عن نورة الكويت من اسهام في التنمية في مملكة البحرين وهذه الاتفاقيات بتقويتها للشبكة الكهربائية تساعل على توصيل الكهربائية لمختلف مناطق المنطقة ووضع البنية التحتية اللازمة لإقتصادنا ليستمر في النمو هذا المشروع طبعا مهمكم تعلمون لتزايد وتنامي الوضع العام والطلب على الكهرباء في البحرين الشغيق وهذا المشروع يهدف إلى تقضية موضوع نغل الكهرباء لكافة مناطق الشبكة والمناطق البحرين الشاملة عقد وزير المالية شيخ أحمد بن محمد الخليفة عدة اجتماعات مع وزراء عرب وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية واجتمع وزير المالية مع الدكتورة سحر نصر وزيرة تعاون الدولية المصرية حيث تم خلال الاجتماع التنويه بالتعاون الوثيق القائم بين البحرين ومصر في المشالات المالية والمصرفية كما اجتمع مع شكر بشارة وزير المالية والتخطيط الفلسطيني حيث تم بحث سبل دعم وتطوير علاقة التعاون المشترك بين البحرين وفلسطين كما اجتمع ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار التونسي حيث تم بحث أوجه التعاون القائم بين البحرين وتونس في المشالات المالية والاقتصادية والاستثمار المشتركة طبعا اجتماعاتنا اليوم تأتي جزء من اجتماعات السنوية العربية وايضا اجتماعات مشتركة مع وفود دول مختلفة الهدف منها تبادل الخبرات في كثير من المجالات للطلاع على التجارب المختلفة الاستفادة من بعضنا بعض من كيفية تعاملنا مع التحديات التي تواجه كل دولة وكل اقتصاد وايضا امكانيات التعاون فيما بيننا وجود هذا العدد الكبير من رجال المال والاقتصاد في مملكة البحرين مهم جدا لنحن في البحرين ولجميع الدول العربية ترجمة نانسي قنقر